لو إحنا بدأنا بعلم الأرقام عندنا 20-23 و20-24 تمام يقال أنه أرقام 20-24 أفضل أنا مش عارفة إذا صح أو غلط هو في ناس كل واحد بيحسبها على طريقتهم ممكن كل واحد فلكي بيحسبها على طرقة لكن اللي بيجبعوا أكتر الفلكيين أنه هي سنة 24 يعني مش سيئة لا بس هي فيها مسؤولية أكتر يحنا نقول 23 يعني سنة رقمها 7 كانت اللي نحن فيها تجمعي 3 زائد 2 زائد 2 7 هي لا رقم النصر الانفتاحات والنصر لكن 2014 إذا منجمعهم بيطلق 8 رجلين 8 نزلة ومرتبطة بزحل المعلم الصارم بمعنى يعني زحل مسؤول إيه بقى؟ مسؤول على برج الجدي حيتأثر برج الجدي من رقم السنة حيكون ليه تأثير إيجابي طبعا مش حيكون سلبي حياخد الجدي طاقة إيجابية جدا من رقم السنة 8 دخلين في الجدي دلوقتي أو بدأنا في الجدي؟ آه طبعا بدأنا في الجدي آه طبعا بدأنا في الجدي والشمس دخلت برج الجدي وبعد فترة نص تقريبا اليناير حتدخل كمان الزهرة للجدي يعني هلأ الجدي حيكون مميز جدا بسنة 2024 برقم 8 طبعا تمانية بيوحي إيه بقى؟ بيوحي أنه نحن عندنا مثلا السنة مسؤولة عن العقارات غلاء العقارات الإيجارات مثلا كل حاجة آه البترول النفط يعني حاجات دي مسؤولة عنها زحل آه تغلى أسعار شيء يعني كل حاجات المادية أصدقا الحاجات المادية طبعا العقارات بالدرجة الأولى التجارة مثلا العقارات التجارة دي هتغلى أكتر شيء بسبب كوكب زحل مثلا علينا نحن بالنسبة للناس كلها زحل سنة العام لكل الناس أنه واحد ياخد باله من يصبر يتفائل يصلي يتصدق هتكون سنة يعني هتحس بها بعدين ترتاح أكتر لأن هي فيها شوية مسؤوليات لكن اللي بدي يكون محظوظ من 2028 2024 رقمه 8 اللي بشير رقم 8 مثلا 8 أي يوم 8 6 8 أي شهر يعني مهم 8 17 ومولد شهر 8 أيوة يعني 8 1 مثلا 8 2 أو 17 1 17 2 17 10 أو 26 مجموعهم 8 26 وال17 وال8 دول طب احنا ليه نجمع يعني كنت بتقول لنا أنه سنة 23 لو جمعنا الأرقام بتاعتها فهتبقى 7 فدي سنة النصر لو جمعنا 24 سنة 8 أو يعني هتبقى رقم 8 صحيح ودي حاجة مش كويسة فعايزة عارف منك ليه نجمعهم هو النجمع كعلم الفلك هو درسنا لهم كده لازم ينجمع لازم ينجمع حتى نحل لأننا عندنا الكود مهما فيه أرقام عالية بتجمعهم بالآخر بدك تخلصهم للمفرد نحن عندنا زي بالكمبيوتر يبلش الكود من الزيورة للتسعة ونحن عندنا أرقام من الواحد للتسعة ومن الزيورة للتسعة برجع للتسعة ما فيش أكتر كده هذا الكود الكود الشفرة تبع الأرقام يعني نحن اليوم السنة البعدها ما سنة الخمسة وشرين تسعة هتكون تسعة رقم محظوظة جدا تسعة رقم حلو حلو فيه طاقات حلوة فيه طاقات حلوة بس أنا بعتبره التسعة فيه أسرار ممكن نخبيها لبعدين بس هو طاقة أنا بعتبر طاقة المريخ كوكب المريخ هيكون طاقة الحروب طاقة الانفعالات طاقة الكارزمية السفريات التجارة الخارجية يعني بسك فيه كتير حاجات حلو نرجع برضو لعشرين أربعة وعشرين فهي فيها تحديات فيها مسؤوليات فيها أبراج فيها صبر زحر بيعلمنا الصبر زحر زحر حيعلمنا الصبر حيعلمنا المثابرة على الشغل المثابرة على شغل على كل شيء يعني نكون نحن نتحمل ونتفائل ونمشي على طاقة إيجابية جدا جدا ونصبر والصلاة يعني هو تماما كمان مرتبط في أرقام روحانية يعني الصلوات الدين التدين الحاجات لازم يكون فيها طاقة إيجابية وندعي ونصلي ونتصدق مثلا حتى السنة تعدي إن شاء الله مريحة أنا مش بتشائم فيها لا أنا مش بتشائم لكن فيه تبديلات ومسؤول التمني عن الأموال عن الفلوس فيه تبديل أرقام يعني فيه ممكن عملات رقمية تشتغل فيه تطورات ممكن نقول كمان بإيه بقى لأن هلأ بلوتو حركة الفلك بلوتو كان في الجدي بلوتو ده كوكب يعتبر بيهدم وبيعمر ومسؤول عن باطن الأرض استخراج السروات أو حاجات نعم عادل بلوتو كان في الجدي بقى له عشرين سنة بلوتو بمعنى عامل للجدي يعني مثلا تغييرات كتير هدم وعمار بحياته بشغله بصحته يهدم شيء بيعمر شيء هلأ حينتقل بواحد واحد لدله وقت حينتقل لدله بيقعد كمان عشرين سنة هيحصل ايه في العالم غير زحل غير رقم سنة بلوتو هينتقل لدله بيعمل للعالم التكنولوجيا عشرين سنة تكنولوجيا للعالم طفرة التكنولوجيا أنا كتوقعاتي هيشهد العالم خصوصا السنة الأربعة وعشرين هنشهد أوتوبيسات على الطاقة الشمسية تشتغل في المدن العربية وده أنا متأكد منه متأكد منه طبع طب ليه يا دكتور لأن التكنولوجيا عندنا في مصر أكبر مزارة طاقة الشمسية في الوطن العربي أنا عارف ده صدق تر رئيس دلوقتي متأكد أنه أتوبيسات الطاقة الشمسية هنشوفها ماشية في الشوارف طبعا الأتوبيسات اللقل الداخلي ده كله هنشوف يعني ده أنا متأكد منه لأنه هون انتقال بلوتو انتقل للدلو والدلو هو يعني برج الدلو هو التكنولوجيا هو أورانوس أنا بأعتبر كيف في طفرة كمان في الجريين هايدروجين كمان أيو في الجينات كمان في تلاعب ممكن في العالم في الجينات مثلا هي كلها في تأغييرات كتيرة هتحصل فيروسات مثلا بس متصنعة طبعا متصنعة أنا متأكد إن شاء الله لأنه هون كل حركة الفلك بتقول كده يعني مش بجيب حاجة إلا مدروسة ودقيقة إن شاء الله